مراحل النمو المعرفي وعلاقتها بالمنهج المدرسي من أشهر علماء النفس الذين قاموا بدراسة النمو العقلي وبيان مراحله جانبيا جي حيث يرى أن النمو العقلي لدى الطفل يمر بمراحل أربع حددها كما يلي المرحلة الحس حركية من الولادة وحتى سنتين من حياة الطفل وفيها يتعلم الكثير من المهارات العقلية والحركية عن طريق الكلام والمشي واللعب والخبرة المباشرة مرحلة ما قبل العمليات من سنتين إلى ست سنوات وتمتاز هذه المرحلة بالنمو اللغوي لدى الطفل واعتماده على الإدراك الحسي المباشر مع تكوين صور عقلية لكثير من الأشياء مرحلة العمليات الحسية من ست سنوات إلى إتناشر سنة وفي هذه المرحلة يكتسب الطفل القدرة على التصنيف والترتيب وإجراء المقارنات وأيضاً قيامه بعمليات رياضية كالجمع والطرح والضرب والقسمة مرحلة العمليات المجردة من إتناشر إلى خمستاشر سنة وتعتبر آخر مراحل النمو العقلي التي حددها بيا جي والتي ينتقل فيها المتعلم في عمليات تفكيره من المستوى الحسي إلى التفكير المجرد وأيضاً استخدام الرموز في العمليات الفكرية علاقة مراحل النمو المعرفي بالمنهج المدرسي أولاً بالنسبة لواضع المناهج الدراسية هذه المراحل تفيد واضع المناهج الدراسية في اختيار محتوى المواد الدراسية التي تناسب العمليات العقلية للمتعلمين في المراحل التعليمية لا سيما في المرحلة الإبتدائية أو الصفوف الأولى فيتم التركيز على الأنشطة الحسية لكي يتفاعل الطفل مع الأمور المادية في داخل المدرسة أو خارجها كما تقدم المتعلم في المرحلة العليا الإبتدائية والمتوسطة يزيد اهتمام مصمم المناهج الدراسية بتقديم موضوعات تثير التفكير وتطلب التعامل مع الأمور المجردة بالنسبة لمنفذي المناهج الدراسية وهم المعلمون عليهم مراعاة النمو المعرفي للمتعلمين في كل صف دراسي وذلك عن طريق طرح الأسئلة المناسبة للمتعلمين وأيضا عند عمل الاختبارات بحيث تتناسب مع القدرات العقلية للمتعلمين ونموهم المعرفي ترجمة نانسي قنقر